نعم مساء أمس شروق قد تصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بنظره الأوكراني ديميترو كوليبا وأكد له الدعم الولايات المتحدة الثابت وإدانة واشنطن الكاملة للعدوان الروسي الذي أسقط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين وأكد له استمرار الولايات المتحدة بالعمل الحثيث على وقف العدوان الروسي وفرض أكبر عقوبات ممكنة على روسيا من جانب آخر كان نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي داليب سينغ قد أجرى تصريحات إعلامية مساء أمس أكد فيها أن الولايات المتحدة وشركائها يناقشون إمكانية تحرير الاستراتيجي النفطي لديهم حتى لا تتأثر أسواق النفط العالمية بمجريات الأحداث الحالية وأشار إلى أن إذا قامت روسيا باستخدام الوقود والنفط كسلاح فإن الولايات المتحدة وشركائها سيكونون مستعدين لهذه الخطوة وأكد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصبحت لديهم قرارات بمنع أي تعاملات بالروبل الروسي وهذا سوف يضعف بشكل كبير الاقتصاد الروسي الذي يمر حاليا بمراحل صعبة جدا من جانب التهديات النووية أكد أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التحركات الروسية وهي حتى اللحظة لم تتخذ أي قرار بتغيير الاحتياطات لديها وهي الآن تراقب عن كثب ولكن على صعيد آخر يمكن أن نتحدث عن قيام العديد من الشركات الأمريكية شركة فيزا أو ماستر كارد شركة أوبر لخدمات السيارات شركة نتفلكس حتى شركة ميتا المالكة لإنستجرام وفيسبوك كل هذه الشركات قامت بالقيام بتحركات لتطبيق العقوبات الأمريكية على أوكرانيا وهذا يؤدي إلى شلل كبير في التحركات داخل روسيا على صعيد مماثل يمكن أن نتحدث أيضا عن جوجل باي وهي الخدمة التي توفر إمكانية الدفع عن طريق الهاتف أصبحت الآن لا تعمل في روسيا وهذا أضطر الكثير من الروس إلى التوجه للبنوك لصحب الأموال نقدا الآن لا يمكنهم استخدام ماستر كارد أو فيزا فيضطرون للإذهاب للبنوك ولصحب الأموال نقدا وهذا سبب أزمة في البنوك وفي خدمات الصرف الآلي داخل البنوك الروسية وكل هذه الآن يمكن أن نرى تداعيات العقوبات الأمريكية والأوروبية والدولية التي تم فرضها من قبل الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها على روسيا وذلك بهدف وقف العدوان الروسي المستمر على الأراضي الأوكرانية